اكدت مصادر غربية ان قطر تلعب دورا نشطا في دعم التطرف في المنطقة حيث نشر موقع هافيكتون بوست في نسخته الانجليزية تقريرا اكد ان الدوحة دعمت ومولت الجماعات المتطرفة كما انها باتت تهدد امن اوروبا خصوصا بريطانيا اذ ان اصابع الدوحة لم تعد خفية كما ذكر التقرير واشار التقرير الى ان ما كان يدار من خلف ستار تخطى سياج السرية الى العالم وتم توثيقه اقليميا ودوليا ووفقا لتقارير اجريت مع خبراء غربيين اكدوا ان قطر تحولت من لعب صغير لتحتل مكانها في صدارة البلدان التي تدعم تنظيم القاعدة والجماعات الموالية له